العزاء الصف الثاني عشر الفرع العلمي نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح لمادة الفيزياء متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعرفة الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطالبات الثانوية العامة في الدروس التعليمية لمبحث الفيزياء عبر إذاعة صوت التربية والتعليم معكم المعلمة هبة سعيد صهيون من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات مدرية شرق غزة في الحصة السابقة تناولنا موضوع التصادم بشكل عام ودرسنا موضوع التصادم المرن واليوم سنتناول موضوع التصادم غير المرن ولكن كان لدينا سؤال في التصادم المرن وهو السؤال الذي أنهينا به الحلقة وهو سؤال في صفحة 21 سنقوم الآن بحل هذا السؤال ومن ثم نعود إلى موضوعنا لهذه الحصة وهو التصادم غير المرن السؤال هنا كرة كتلتها 4 من 10 كيلو جرام وسرعتها 3 متر لكل ثانية تتصادم تصادما مرنا وبشكل مباشر مع كرة أخرى ساكنة كتلتها 6 من 10 كيلو جرام أوجد سرعة كل من كرتين بعد التصادم في هذا السؤال يشابه بشكل كبير المثال قمنا بحله فلذلك نحن كما في الحصة السابقة طلبت منكم أنه دايما أرسموا السؤال دايما أرسموا السؤال لذلك هنا عندما نرسم السؤال في البداية السرعة هنا للجسم الأول هي موجبة لذلك سنفترضها بأنها يتجه نحو الجانب أو محور السينات الموجب هنا إذن سنرسم السؤال كرة كتلتها 4 من 10 كيلو جرام تتجه نحو محور سين الموجب لأن السرعة موجبة وسرعتها 3 متر لكل ثانية كمان شغلة ركزنا عليها أنه استخرج بينات كل جسم لحاله إذن هيا الجسم الأول والجسم الثاني الجسم الأول هي م 1 تساوي 4 من 10 كيلو جرام وفي 1 إنيشيل يساوي 3 متر لكل ثانية طبعا التصادم مرن وأكتبها قدامك هذه كلمة التصادم مرن الكرة الأخرى ساكنة إذن في 2 إنيشيل يساوي 0 وكتلتها م 2 تساوي 6 من 10 كيلو جرام أوجد سرعة كل منها الكرتين بعد التصادم مباشرة إذن إيش المطلوب؟ المطلوب في 1 فاينل وفي 2 فاينل بنفس الآلية التي حلنا فيها المثال الواحد سوف نرسم الآن الكرة الأولى M1 تتحرك نحو محور السينات الموجب والكرة الأخرى ساكنة بالتأكيد عندما يحدث التصادم سوف يحدث هناك تغير في السرعات وهذا هو المطلوب أول ما سنبدأ به هو كتابة معادلات التصادم المرن ما هي معادلات التصادم المرن؟ لدينا ثلاث معادلات حفظ الزخم، حفظ الطاقة، والسرعة النسبية حفظ الزخم، سميشن بي إنيشيال يساوي سميشن بي فاينل إذن M1 V1 إنيشيال زائد M2 V2 إنيشيال يساوي M1 V1 فاينل زائد M2 V2 فاينل رح عوض الآن M1 هي عندي أربعة من عشرة ضرب تلاتة زائد V هنا للجسم الثاني، الجسم الثاني ساكن إذن كله رح يروح هذا، يعني زائد صفر يساوي M1 V1 فاينل، وبتعود عن M1 هي أربعة من عشرة زائد M2 ستة من عشرة V2 فاينل لتسهيل المعادلة، اضربها كلها في عشرة عشان نخلص من العلامة العشرية لأنها بتربك الطلاب مرات رح تكون لدينا هنا، لما أضرب في عشرة كل العلامات العشرية في جميع الخنات رح تروح، رح أصير عندي أربعة في تلاتة، اتناعش يساوي أربعة V1 فاينل، زائد ستة V2 فاينل، وللتبسيط اقسم المعادلة على اتنين بدها تصير ستة يساوي 2 V1 فاينل، زائد 3 V2 فاينل، وهذه هي المعادلة الأولى المعادلة الثانية التي سنلجأ إليها هي معادلة السرعة النسبية V1 2 يساوي سالب V1 2 V1 2 initial في الطرف الأيسر، وهنا في الطرف الأيمن سالب V1 2 فاينل تعالوا نشوف مفكوكها، V1 ناقص V2 طبعاً initial هن يساوي سالب، بفتح القوس V1 فاينل ناقص V2 فاينل أجي أعوض الآن، أجي أعوض V1 initial 3 ناقص 0 يساوي سالب دخل السالب جوا بتصير الطرف بادي بV2 فاينل V2 final ناقص V1 final إذن 3 يساوي V2 final ناقص V1 final وهذه هي المعادلة الثانية إذن هنا المعادلتين معاً معادلة أولى ومعادلة ثانية وهنا سنقول بأن لدينا معادلتين من السهل حل المعادلتين بحل المعادلتين معاً سنحصل على V1 final يساوي سالب 3 على 5 متر لكل ثانية وهنا السالب يعني أنه هو نحو X السالب أما V2 final راح تكون 2.4 من 10 متر لكل ثانية 2.4 من 10 متر لكل ثانية والإجابة موجبة فبقول نحو X الموجب انتهينا من حل هذا السؤال وسننتقل الآن إلى موضوعنا الأساسي في هذه الحصة وهو التصادم غير المرن في التصادمات كما ذكرنا التصادمات المرنة وغير المرنة وعديمة المرونة في التصادمات المرنة لم ننوه إلى أنواع أو بعض الشواهد لها من الحياة العملية لم ننوه لأنه في الغالب لا يوجد في حياتنا العملية التصادم مرن بل معظم التصادمات يحدث فيها فقط في الطاقة وهي تصادمات غير مرنة إلا في شيء ما وهو تصادم النيوترونات مع أنوية الذرات لذلك لو طلب منك تعطي مثال لتصادم مرن فنقول بأن تصادم النيوترونات مع أنوية الذرات أما باقي التصادمات فهي جميعها تصادمات غير مرنة وهذا ما سيرد علينا في الأسئلة والأمثلة ولكن إذا ورد لديك سؤال ومكتوب فيه زي ما يتوح علينا في الأمثلة أنه تصادم مرن فهذا يكون على سبيل الافتراض في التصادم غير المرن التصادم غير المرن هو من أنواع التصادمات لذلك إذا تحدثنا عنه فنقول ببعض الأمثلة البسيطة لدينا عندما تصادم الكرات مع بعضها البعض فإنك تسمع صوت فمن أين أتى هذا الصوت أو هذه طاقة هذه الطاقة تكون مستهلكة من الطاقة الحركية للأجسام التي تصادمت كذلك عندما تصادم سيارات كذلك عندما تسمع صوت وربما يحدث حريق ربما تحدث شرارة إذن هناك طاقة أيضا ستخرج على شكل طاقة ضوئية الانفجارات التي تحدث أيضا هذه نوع من أنواع التصادمات غير المرنة وهنا تسمع صوت عالي جدا ويخرج منها طاقة أيضا في حالة التصاق الجسم في الأرض كزيس طينة يعني السلصال لما يلتصق بالأرض هذا برضو تصادم إيش منسميه غير مرن لأنه صار تشوه في الجسم وهذا يلزمه طاقة لإحداث هذا التشوه كما كان الزخم محفوظ في التصادم المرن كذلك في التصادم غير المرن فإن الزخم أيضا محفوظ إذن هذه أول معلومة لدينا في التصادم غير المرن وهو أن الزخم محفوظ أي أن ساميشن بي انيشل يساوي ساميشن بي فاينل ماذا عن الطاقة؟ هل الطاقة محفوظة؟ نحن نقول في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل بأن هناك طاقة خرجت من الجسم على شكل طاقة صوتية أو طاقة أو حرارة أو تشوه في الجسم حدث إذن بالتأكيد هذا سيفقد الجسم جزء من طاقته لذلك نقول بأن الطاقة الحركية في التصادمات غير المرنة غير محفوظة وهنا نأتي بكي انيشيل وهي الطاقة الحركية للجسم قبل التصادم فإذا كان لدينا عدة أجسام فنقول بأن ساميشن كي انيشيل يساوي نص M1 V1 تربية زائد نص M2 V2 تربية أو إذا كان عندك أكثر من جسم بدك تحطهم يعني هنا إذا كان لدينا جسمين حدث بينهم مع التصادم غير مرنة فنقول بأن ساميشن كي انيشيل يساوي نص M1 V1 تربية زائد نص M2 V2 تربية أما بعد التصادم فيكون لدينا ساميشن كي انيشيل يساوي نص M1 V1 تربية زائد نص M2 V2 تربية إذا في ساميشن كي انيشيل يوجد الرمز I ضمن الفي له نص M1 V1 تربية زائد نص M2 V2 تربية أما في ساميشن كي فاينل نص M1 V1 تربية زائد نص M2 V2 تربية هنا لدينا فقد في الطاقة إذا إن كي المفقودة وكي المفقودة هنا سوف نحسبها وهناك أيضا البعض بيحسب التغير في الطاقة فإنت بدك تتميز بين حساب الفقد وحساب التغير لما نيجب ما نحسب الفقد بنحسب الانيشيل ناقص الفاينل هذا مقدار الفقد اللي ما نحسب التغير زي ما احنا متعودين بالرياضيات والفيزياء التغير اللي هو النهائي ناقص الابتدائي يعني الفاينل ناقص الانيشيل لذلك نقول بأن دلتا كي وهو التغير في الطاقة يساوي ساميشن كي فاينل ناقص ساميشن كي انيتشيل وهنا يمكن أن تكون الإجابة بقيمة إشارتها سالبة وهنا يجب عليك في كل مسألة تطلع الإشارة السالبة هذه لازم تفسر الإشارة هذه فعنا إذا كانت الكمية متجهة الإشارة تعبر عن الاتجاه إذا كانت الكمية قياسية بدك تفسرها زي الطاقة هنا مثلا فنقول بأن الإشارة السالبة تعبر عن فقد في الطاقة سوف نكون مع مثال الآن لهذا الموضوع وهو مثال 2 في صفحة 22 في هذه الأمثلة كما ذكرنا لازم تتخرج البيانات بشكل مرتب ونظم لذلك هنا عنا في حل مثال 2 تتحرك كرة كتلتها 2 كيلو جرام تجاه الغرب بسرعة 6 متر لكل ثانية سوف نستخرج البيانات هنا بيانات الجسم الأول وبيانات الجسم الثاني الجسم الأول M1 2 كيلو جرام V1 إنيشيا 6 متر لكل ثانية نحو X السالب الكرة الثانية تتحرك بسرعة V2 إنيشيا 4 متر لكل ثانية وكتلتها 3 كيلو جرام مرة أخرى نعود إلى السؤال تتحرك كرة كتلتها 2 كيلو جرام تجاه الغرب بسرعة 6 متر لكل ثانية فتصطدم بأخرى كتلتها 3 كيلو جرام تتحرك باتجاه الشرق بسرعة 4 متر لكل ثانية إذن هنا هاي البيانات عنا الجسم الأول بياناته عنا والجسم الثاني بياناته عنا الآن فإذا أصبحت سرعة الأولى الآن حيتكلم عن V final V1 final 4.5 كما في الشكل لاحظ الشكل الآن قبل التصادم هايو مبين لك هنا إنه V1 إنيشيا هايها معطيك إياها رايحة نحو X السالب و V2 إنيشيا رايحة نحو X الموجب بعد التصادم الآن شايف هنا إنه الكرة الأولى تغير اتجاهها نكمل السؤال بقي الجسمان يتحركان على نفس الخط وبعد التصادم ودام التصادم مدة 200 ثانية أوجد سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة بده V2 final هنا في V2 final تلاحظ هناك سهم مرسوم عليها لازم السهم هذا إحنا نشطبه لإنه ما بحق لي أرسم الاتجاه طالما أنا مش حاسبة المقدار ومش عارفة وين الاتجاه أصلا فالاتجاه هيطلع معي الحل بده كمان متوسط القوة التي أثرت بها الكرة الأولى على الكرة الثانية وحدد نوع التصادم في البداية إحنا هنحل المطلوب الأول لإنه بيخص التصادم غير المرن بالتأكيد معادلة التصادم غير المرن اللي إحنا هنستخدمها هي معادلة حفظ الزخم لإنه الطاقة مش محفوظة إذن هنا يساوي أجي أفك وبالتعويض عن القيام وهنا عند التعويض راعي الإشارات راعي الإشارات إحنا دايما إيش بنقول للطلاب؟ بنقول كل ما هو رايح للجهة الموجبة يعتبره موجب واللي رايح على الجهة السالبة يعتبره سالب كذلك في الحركة الرأسية اللي طالع فوق على الحركة الرأسية بمحور الصادات الموجب يعتبره موجب واللي نازل لا تحت يعتبره سالب إذن هنا هنعود 2 ضرب سالب 6 لأنه الجسم V1 ستة رايحة على X السالب سالب 6 زائد 3 ضرب 4 يساوي 2 ضرب 4.5 زائد 3 في V2 هذه معادلة من الدرجة الأولى في متغير واحد ما فيش فيها إلا V2 إذن برتب المعادلة بحيث أن أخلي الأرقام على جهة والمجهول على جهة حيطلع معايا V2 يساوي سالب 3 متر لكل ثانية الآن بإمكانك أن تعود إلى الرسم لتحدد اتجاه الكرة الثانية الاتجاه اللي هو رسمه قلنا بدنا نشطبه ونحط الآن سهم جديد وين بدي يكون السهم طالما الإجابة طلعت سالبة معناته السهم رايح نحو اليسار أو نحو X السالب الآن المطلوب الثاني وهو متوسط القوة التي أثرت بها الكرة الأولى على الكرة الثانية أثناء التصادم هل إيه تلما يصير التصادم صدمت الكرة الأولى بالتانية الأولى بالتانية فحدث تغير في سرعة الثانية كانت السرعة الابتدائية للثانية أديش 4 متر لكل ثانية أصبحت سرعتها زي ما إحنا حسبنا سالب 3 متر لكل ثانية يعني هي 3 بس باتجاه الآخر يعني فبده هو إيش متوسط القوة التي أثرت بها الكرة الأولى على الثانية لذلك سنعود إحنا معانا إنه F delta T يساوي M في V 2 final ناقص V 2 initial من وين هذه المعادلة إجت؟ من وين هذه المعادلة إجت؟ F delta T هادي اللي بتعبر عن الدفع إذا أنت فاكر درس الدفع AI تساوي F delta T الطرف الثاني للمعادلة هذا بعبر عن إيش؟ بعبر عن delta P بعبر عن delta P إذن F delta T يساوي M2 في V2 final ناقص V2 initial هادي F هنا مقدار القوة التي أثرت بها الكرة الأولى على الثانية بحيث أن الثانية تغير زخمها وتغير الزخم يعني تغير السرعة وبالتعويض هنا F ضرب 2 من 100 2 من 100 طبعا من السؤال موجودة يساوي الكتلة إنه ثلاثة فيه V2 final ثلاثة بالاتجاه السالب إذن السالب بده يظهر في العلاقة هان هاي سالب ثلاثة ناقص أربعة إذن F تساوي سالب 1050 نيوتن والإشارة السالبة هنا تعبر عن الاتجاه ولو نعط إنت إلى الرسم فهو في لحظة التصادم فبالتأكيد الكرة الأولى رح تأثر على الكرة الثانية بقوة نحو اليسار فهذا يتناغم مع الإجابة اللي طلعت معنا إنها إشارة سالبة المطلوب الأخير وهو حدد نوع التصادم بلنحدد نوع التصادم هنا كيف منحدد نوع التصادم؟ منحدد نوع التصادم عن طريق الطاقة نحسب دلتا كي نحسب دلتا كي كيف بده حسب دلتا كي؟ الآن بده حسب كي إنيشيال وكي فاينال الآن لما يطلب منك نوع التصادم بدك تحسب كي إنيشيال وكي فاينال إذا كان القيمتين متساويتين فهذا التصادم مرن إذا كان القيمتين غير متساويتين هذا تصادم غير مرن. اذا هنا المطلوب اني احسب واجيب لهم اه فرق عشان اشوف قديش كمان المقدار الفقد في هذه الطاقة. اذا هنا يساوي نص تربيع زائل نص ام اتنين في اتنين تربيع. وبالتعويض كل البيانات موجودة عنا نص ضرب اتنين ضرب ستة وثلاثين زائد نص ضرب تلاتة ضرب ستة عشر. هيطلع معنا ستين جول. هنشوف الان صام ماشن كي فاينل. نص ام وان في وان فاينل تربيع زائد نص ام اتنين في اتنين فاينل تربيع. هعوض الان نص ضرب اتنين ضرب عشرين فاصلة خمسة وعشرين زائد نص في تلاتة في تسعة يساوي تلاتة وتلاتين فاصلة خمسة وسبعين. اذا هن هل سام ماشن كي انيشل يساوي سام ماشن كي فاينل? بالتأكيد لا يساوي. اذا هنا تصادم غير مرن. وهناك فقد في الطاقة. هنحسب وحنطرح طبعا الفاينل ناقص الانيشل. هيطلع معنا الجواب سالب ستة وعشرين فاصلة خمسة وعشرين جول. وهذا يعني ان هناك فقد في الطاقة. اي ان الطاقة ليست محفوظة. وتحرك كل من الجسمين بشكل منفرد بعد التصادم. فهذا هو التصادم غير المرن. شكرا لحسن سماعكم اعزائي الطلاب. سنكون في الحصة القادمة في التصادم عديم المرونة. دمتم بخير. الى اللقاء. كانت معكم هبا سعيد صهيون من مدرسة الزهراء الثانوية للبنات مدرية شرق غزة. الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق. تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. رائدة الابداع والتمييز. كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر. الفرع العلمي ومبحث الفيزياء. شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة. مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم.